بسم الأب والإبن والروح كدوس اللهين واحد أمين النهاردة كنيسة بتحتفل بعيد نياحة أم النور أمنا كلنا الست العدرة ماريوم والنهاردة زي ما حدوتكم لاحزتوا في السنكسار النهاردة واحد وعشرين في الشهر فعشان كده كل واحد وعشرين بنحتفل بأم النور تسكاراً ليها ولحياتها وكل الفضائل الجميلة اللي هي قدمتها لنا اللي احنا لازم نتعلم منها في النهاردة عايزين نركز كده شوية وناخد تأمل في ايه علاقتنا مع أم النور يعني كتير كده هوت بيكون اللقب في لسننا كده هوت اللي ايه أمنا العدرة او أم النور تدبر الأمور أو شفاعة أم النور بس ايه معناك كلام ده هوت وايه الحقيقة بتاعته دايماً اي واحد يكون بيفتكر ذكريات لولدته دايماً يشكر فيها يقول اللي أمي كانت بتعلمني كذا وخدت بالها مني بالطريقة دي وربتني بالطريقة دي وفضلها علي كتير جداً 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 والعلاقة بتاعتنا مع أمنا عادرة عن طريق ابنها ابنها احنا كله أعضاء في جسله احنا كله أولاده فعشان احنا أولاده وهو ابنها تبقى هي أمنا وزي كله أم لازم نتعلم ويكون لنا صلة بيها وعلاقة بيها زي ما بتشوفه في كل البيوت الأولاد أول واحدة يجرولها المين ماما ليه؟ عشان هي الحنون ماما عايزين كذا أو ماما حصل كذا أو ماما أنا زعلان أو ماما أنا تعبان أو أنا وقعت جراحت دايماً نجري لماما والعلاقة بتاعتنا مع أم النور لازم تكون بنفس الشكل نفس الصفة اللي احنا نجري لها ونقعد نتكلم معها على طول واللي يخلينا نجري لها اللي هي الفضاء البتاعتها ايه الفضاء البتاعت أم النور؟ إن احنا نتعلم منها الإيمان أول حاجة واحدة فتاة جالها ملاك قال لها أنت عتحبلين من غير رجل حاجة فوق العقل لكن ردت عليه وقالت له إيه؟ لكن كقولك بالبساطة دي إيمان بسيط إيمان عميك وقوي لكن بسيط نتعلم برضو منها الفرح الملاك غبريل لما جايب بشرها قال لها على أليسة باط عملت إيه؟ في تلك الوقت تلعت على طول تروح ليها تروح تردمها طبعاً بس أكتر من كدوة كانت فرحانة لأليسة باط إحنا برضو لازم نكون فرحانين لبعض ما ده اللي أمنا بتعلمهول نكون فرحانين لما حد تاني يكون ناجح أو حد تاني يحصل له حاجة كويسة أو يكون ليه بركة في حياته لازم برضو نكون زي أمنا العدرة في فضيلة الأسرار يعني إيه الأسرار زي ما أكانت لما كانت زي لما كانت مع سيدنا يسوع المسيح وراح والهيكل والإنجيل كتب عن إيه اللي حصل في الهيكل لكن برضو بيقول اللي خلت الأسرار دي كلها في قلبها ليه يا أم النور بتخلي الأسرار دي في قلبك عشان دي كانت العلاقة بتاعتها ما بينها وبين ابنها ما بينها وبين ابنها إحنا برضو لازم نتعلم منها الأسرار اللي إحنا بنشوفها أسرار البيت أسرار الخدمة أسرار العائلة أسرار الاعتراف أسرار راحنا كلنا لازم نحتفظ بيها روح الخدمة اللي نتعلمه منها لما كانت في عرصة كانت جليل ما حدش جاء قال لها أي حاجة لما الخمر كان خلص لكن هي من نفسها قامت وحست وقامت بدور اللي هي تطلب من ابنها مع أن اللي كان لسه ما ابتداش الخدمة بتاعته وعايزة تساعد وعايزة تدي مع أن اللي ما فيش حد سأله حياة التواضع زي ما قرأينا نهاردة في إنجيل اللقاء البشير لما ليسا بات شافتها ابتدت تمجد فيها كأم النور كأم الإله جانا عدرة عملت إيه قالت هوذا أنا أمت الرب قدت الموضوع لربنا كله ما عادتش تقول أيوة وأنا وأنا اللي ربنا اخترني وأنا اللي كل الأجيال هتطاعد تذكرني لا قالت هو أنا أمت الرب قدت المجد كله لربنا وعشان كده أم النور شفعتها بتكون لينا فخر كبير ومجد كبير ودائما ما بتسبش أولادها ولا عمرها بتنساه حتى أولادها اللي مش بينادوا عليها ما بتنساه مش ليه عشان زي كل أم في أم في الدنيا داية يكون ابنها تعبان أو بنتها تعبان أو محتاجة وتسيبها وتدور وشها وما تدلهاش اهتمام ومساعدة حتى لو ابنها أو بنتها ما طلبوش مهما كانوا عملوا مهما كانوا حلوين أو كانوا وحشين فيه كسة جميلة لواحد من الأسقفة في تاريخ الكنيسة كان الأسقف دهوت ربنا كده مديله مواهب وكان عايز يعيش حياة التكشف والتجرد ففكر اللي هو تحت الجلبية بتاعته يلبس جلبية معمولة من خيش حاجة كده تكون على جلده يعني كدهوت مش مريحة فجاب الخيش دهوت بس ما كانش عايز حد يعرف وما كانش عايز حد يفهم اللي هو هيعمل كدهوت أو الفضيل اللي هو عايز يعيشه فقاعد يفكر قاعد يفكر ازاي يفصل الجلبية من الخيش دي عشان يلبسها من تحت معرفش ففمرة وهو سرحان كده هو تنام في الموضوع ده هو تنام هو بيفكر في الموضوع ده وقات له مين أم النور قلت له انت زعلان ليه قال لها أم النور أنا عايز كذا 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 قالت له كده بس بسيطة خالص أنا خيطها لك قام النوم لقى فعلا الجلبية من الخيش دي متفصلة ومحطوطة جنبه على الكرسي فرحلة بس كان مبسوط جدا أثناء الخدمة بتاعته كان بياخد اعتراف لواحد كان الشيطان معزبه والشخص ده هو كل ما ييجي سيدنا يعترف نفس الخطي كل ما ييجي سيدنا نفس الخطي نفس الخطي لغاية لما سيدنا يعني وصلت بيه اللي هو مش عارف يساعد الرجل ده هو وابتدى يعني كده هو يحس اللي هو ملهوش يعني أمل أو رجاء وسيدنا الزعل وتنرفز شوية قال له بص يا ابني لو انت عتيجي تاني تعترفلي بالخطيئة دي أنا مش عايز أشوفك أنا قلتلك إزاي تحل الموضوع قدتلك قوانين قدتلك صلوات قدتلك كذا حاجة لكن لو أنت عتقعد تقع فيها ومش ماشي في الموضوع وجد متجلش تاني فالرجل طبعا زعل ومشي ووقع في الخطيئة تاني فالرجل دهوت كده هو قاعد في البيت بتاعه لقى إيه واحدة فتحت الباب ودخلت قلت له انت زعلان لي قال له انت مين قلت له بس انت بس قل لي انت زعلان لي قال له أنا زعلان عشان سيدنا قال لي لو أنا وقعت في الخطيئة دي تاني ما جيش واعترفله وانا وقعت في الخطيئة تاني مش عارف هعمل إيه فقالت له طب ما تروح لسيدنا روح اعترفله قال لها ازاي قالت له بس روح قال لها هيكرشني قالت له لو هو قال لك كلمة كده هو قل له اللي أنا بعتاك ليه قال له قال لها يعني طب قل له يعني انت مين قالت له قل له الخياطة بتاعتك الخصوصية فالرجل راح لسيدنا سيدنا قال له انت جاي تاني ونفس الخطيئة قال له ايوة بس انا جاي بأمر من واحدة ست جاءتلي قال له ست مين قال له الست اللي هي الخياطة بتاعتك قالتلي ارجع وحترف لك تاني سيدنا طبعا عارف اللي ما فيش حد يعرف الموضوع ده هو ده غيره هو ام النور وعارف اللي دي ام النور ما بتنساش ولدها دايما تتشفع له دايما وقفة وسطهم حتى لو هم مش حاسين بيها هي حاسة بيه فاحنا النهاردة في تسكار العذرة مش نتعلم الفضايا اللي بتاعتها بس ونعيش الفضايا اللي بتاعتها زي ما احنا تعلمنا من امهاتنا لكن لازم دايما ناخد بركتها ونرجو ليها ونكلمها زي ما فعلا نكون اولادها ونشتكلها ونرفع اصواتنا ليها بس نخلي بالنا لما نرفع اصواتنا ليها علشان هي تتشفع فينا عند ابنها لازم نخلي بالنا اللي ام النور امنا كلنا فعلا لكن صلواتها بتروح لابنها فلازم نطلب بشفعتها لابنها علشان هي بتعمل كل حاجة بامر ابنها اقول لكم برضو على حكاية صغيرة كدهوت عن امر ابنها كان فيه واحد من العمال بيشتغل في دير من الرهبات وهو بيشتغل في دير الرهبات كان واقف على سلم حديد والسلم ده هوت كان متبل بمية وهو ماسك مصمار وشاكوش ومفك حديد وهو بيعمل شغل لماسك كهربا راح تكهرب على طول اول لما تكهرب مات في نفس اللحظة فالرهبات كلهم جم بسرعة واتطربوا مش عارفين هيعملوا ايه فوق ايف يصله قاعد يصله 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 يأم النور يأم النور يأم النور فجأة لقوا الرجل ده هوت قام وبقى زي الفل قالوا له ايه اللي حصل قال لهم اللي انا فعلا موت ولقيت نفسي ماشي في حتة ظلمة ما فيهاش نور خالص وقعدت اصرخ يأم النور يأم النور يأم النور شفت من بعيد الستة العدرة وهي بتكلم ابنها المسيح وبتقول له ادي له فرصة تاني لو بس من اجل كل الصلوات بتاعت بناتك اللي بيرفعوها عنه وشاف المسيح وهو بيهز راسه كدهوت وفجأة رجعتين دي العلاقة اللي احنا لازم نعيشها مع امنا العدرة واحنا عايشين انا هوت وهي زي اي ام تكون فرحانة للنجاح بتاعنا النجاح في ملكوت ابنها مش النجاح الاردي والحاجات الاردية لكن النجاح في الفضايل اللي هي علمتنا زي نعيشها ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويدينا اللي احنا فعلا نشوف امنا النور امنا العدرة دايما معانا كام لنا في كل وقت في كل حين في كل موقف ونطلب منها اللي هي دايما تتشفع عننا عند ابنها الحبيب اللي يكمل طارقنا في خير وطارقنا في كل بركة وطارقنا في كل حاجة هو طلبها لنا علشان نقدر نكون نجحين ونوصل لملكوته والمجد الله دائما ابدا امين